اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اهل وعلى صحبه اجمعين فيديو جديد من الحسين تبقى بمخرج ستة حي الوادي وعروض يوم الافتتاح على 11 ونص الامصان او الجلبيات اللي قدامنا دي كده على 11 ونص ما شاء الله خابتها تحفة وكمان الالوان والتصميم حلوين جدا جدا يعني عايز اقول لكم اول حاجة كده لما تروحوا هناك اول حاجة تروحوا لها قسم الملابس على 11 ونص هتلاقوا الوان كتير مختلفة هتلاقوا يعني بحاولنا نجيب لكم بقى التصميم اللي في الاخر كده اللي من تحت الوان كتير مختلفة المقسات موجودة متوفرة معاك الحد 3 اكس اه مفيش اكبر من كده عشان تبقوا عارفين غير انه فيه جلبيات هي يعني من نفسها free size يعني مقساتها كبيرة اه وفيه البرضو فيه اللي هي الجلبيات الرمضانية فيه تشكيلة حلوة اوي اوي على 11 ونص وفيه على 25 وفيه اصعار بعد كده فيما فوق يعني بس احنا بنقول على عروض يوم الافتتاح والحاجات اللي مميزة هناك اه فيه برضو دي خامتها حلوة اوي بالنسبة للخامات الخامات كلها حلوة مفيش مفيش حاجة خامتها مش حلوة او خامتها مسلا اه نشفة او خشنة او انها تضايقك وتتعبك لأ خامتهم حلوين جدا اه لو مسلا بتقولي انهم هيكشوا او مش هيكشوا لأ خامتهم حلوة ما تقلقيش الخام انا بقولك الخامة ممتازة ما شاء الله على 11 ونص على 11 ونص هتشوفي تشكيلة حلوة اوي اوي هتعجبك دلوقتي بس انت بنسنيش كده وانت بتتفرجي حطيلي اللايك واللي مش مشترك عندي يشترك عندي وفعل الجرس علشان يوصلوا كل التغطيات اللي انا بقوم بيها اه على 11 ونص اه ما شاء الله كان عليها اقبل الجلبية دي مع ان يعني ما تستهونيش انا بس ما شاء الله كان فيه ناس كتير بتاخد منها اه حلوة اوي اوي القحلة دي جميلة جميلة اه في منها اللون التاني اللي في الاول اه بس القحلة حبتها اوي اه برضو اللي جنبها دي جميلة اه في برضو دي اه عايز اقولك قمشيتها طرية جدا مش نشفة ولا تقيلة قمشيتها مش عارفة يعني جل هي قمشيتها حلوة عجبتني اه في برضو منها اكتر من تصميم اه في واحدة تانية حلوة بس اه هقولكها اللي عبل اللي فيها اللي عبل فيها الاستك دا يعني تمشي مع ناس وناس لا بس هي جميلة عجبني التصميم كنت هاخده بس القاستك ده بصراحة خلاني رجعت في كلامي بس زي ما بقوله كنت انفع مع ناس وناس لا شايفين الناس ما شاء الله حاطين العربيات عملين ياخدوا فمش عارفة حتى ان انا اصور كنت بحاول على قد مقدر طبعا عشان انا صورتهم في اخر الباس فمش كل الناس شافت الجلابيات لعلى 11 ونص غير كده في حاجات حلوة كتير في الفيديو في بجايم نسائي على 17 ريال حرير وفيه على 27 قطن وفيه حاجات حلوة في الفيديو ان شاء الله كده تعجبكم على 11 ونص برضو دي حلوة قوي في منها لون تاني على 11 ونص تشكيلة كبيرة بصراحة يعني اكتر قسم عجبني قسم الملابس رغم يعني قسم المطبخ بس يعني ان انا ما استكشفتوش كله بسبب الزحمة الناس اللي كانت معايا في البس عارفة ما عرفتش ان انا يعني الف في المكان كله بسبب ان المكان كان زحمة جدا بس طبعا كان فيه حاجات مميزة عليها عروض حلوة دي هنا على 25 دي منها 3 الوان وعدت دلوقتي منها لونين اللي هي لونها اسود دي على 25 وهنا كده على 25 احنا خلصنا 11 ونص دلوقتي احنا في الاسعار اللي هي ب25 اخدني الكلام ومركزتش بس معاكم في الاسعار دي كده ب25 في منها لون اصفر احلى واحلى كمان من اللون ده اللون حلو مش وحش بس الاصفر احلى ده التصميم اللي هو في الاول اللي منها الاسود ومنها اللون ده وفي منها اللون الازرق تقريبا على 11 ونص على 25 دي اللي لونها اصفر جميلة جدا الاصفر حلو كمان درجة الاصفر احلى من الصورة يعني احلى من التصوير في دي احلى 11 ونص بس يعني مش طويلة للاخر ميديم انا عارفة انها صورتها في الاول بس اللي صورتها في الاول الطويلة لكن هنا اللي هي قصيرة ميديم فيه قمصان على 11 ونص فيه قمصان حلوة وفيه كمان الوان مختلفة خمتهم حلوة اوي فيه برضو الاميس ده خمته احلى من اللي عدى يعني بس يمكن لونه مش عاطفي شوية لكن هو خمته احلى فيه ده ده خامة تانية خالص بس برضو حلوة خمته واضحة انا عارفة انه انتو عارفين الخامة دي يعني ده تحسي يعني انه هو هو واسع بطبعه هو واسع على 11 ونص فيه منه الوان كتير فيه ده على 22 احلى منهم كلهم طبعا احلى منه ب11 ليه لانه ده قط ده قط بس مش معناها انه اللي ب11 مش حلوين لا حلوين بس ده احلى يعني بقى فيه احلى والاحلى كده عايز اقولك ممكن تشوفي الاميس ده كده اللي هو رسمة رسمة ااميس الخروج فتقولي مثلا وماشته تقيلة خشنة لا لا وماشته حلوة جدا وماشته طرية وحلوة جدا وكان فيه ناس كتير بتاخد منه الوانه كتير هجيبلك الوانه تاني دلوقتي في الفيديو هتشوفيه اه هنا برضو على خمسة وعشرين على خمسة وعشرين برضو خمسة وعشرين اسعار حلوة يعني دي اللي عليها حروف على خمسة وعشرين في منها لونين على خمسة وعشرين حلوة برضو اللي فيها اصفر وابيض اه برضو حلوة الاميس اللي هو البيتي ده او الفستان ده على 34 بس خمسة حلوة خمسة حلوة هولون وحلوة اصلا على 39 كمان مش 34 مش مخفض اه لسه كنت بقولك الاميس النسائي اه اللي هو ماشته حلوة طرية اللي شايفين منه الوان كتير في منه البنك وماشته طرية جدا جدا جميع جميل وحلوة قوي في اللبس اه تعالوا بقى للبجام النسائي اللي هي الحرير على 17 و19 جميلة جميلة اللي بـ 17 و19 هم مختلفين مختلفين في الرسمة يعني يمكن اللي بـ 17 قادي أحلى وأحلى في اللبس دي تبقى أحلى في اللبس بس برضو مختلفين في الخامة شوي اللي بتـ 19 خامتها أحلى من اللي بـ 17 بس التصميم من المختلفين برحقهم في الآخر بس هم الاتنين حلوين مقارنة بالسعر. بس زي ما بقول فيه الاحلى وفيه الاحلى منه. فالي احلى منه اللي بتسعتاشر. تمام كده? فيه قم صمن نفس البجامع على سبعتاشر وتسعتاشر. آآ على سبعتاشر وتسعتاشر ونفس الوان البجام برضو متوفرة. الاميس اللي معاه الروب آآ مش على سبعتاشر وتسعتاشر تقريبا على خمسة وعشرين. هنشوف السعر على خمسة وعشرين. آآ على خمسة وعشرين. فيه الوان كتير. فيه الوان كتير متوفرة وفيه آآ برضو مدلات مختلفة. الاميس بالروب بتاعه على خمسة وعشرين. اما البجامة كاملة على سبعتاشر وتسعتاشر. من اميس من نفس البجام على برضو سبعتاشر وتسعتاشر. هنا كده على خمسة وعشرين. الاميس بالروب على خمسة وعشرين. على خمسة وعشرين. في فرو كده يعني بس ما روش لازمة في الاخر. آآ برضو تقريبا على سبعتاشر تسعتاشر كده مش مش اكتر من كده. تقريبا سبعتاشر. لحد هنا آآ والاسعار اللي بعد كده اعلى يعني حتى ده كده بتقريبا باتنين وعشرين. ده باتنين وعشرين. حداشر ونص رجينا الحداشر ونص تاني البنطلونات على حداشر ونص وتجيبتها برضو في البس المباشر. وقلت رأي فيها حلوة جدا. حلوة جدا جدا. برا هتلاقوها يمكن بحاجة واربعين بحاجة وتلاتين كده. لان هي خمية حلوة على برضو حداشر ونص ده آآ خامة تانية بس على احداشر ونص برضو. على احداشر ونص. في برضو خامة تالتة من البنطلونات بس اقول لكم الاتنين اللي في الاول هم احلى يعني الخامتين اللي في الاول هما اللي احلى اه ده حلو طري جدا بس الطري اللي هو على على بلستر اللي هو ممكن يبقى سخن شوية مع اللبس رغم انه الوانه حلوة اللي هو الطيجر بقى الوان المختلفة كده من الطيجر الوانه حلوة بس انا بقول لكم على الخامة الاحلى يعني على خمسة خمسة وسبعين التشورتات على خمسة خمسة وسبعين اه تلبس لحد اتنين اكس وتلاتة اكس. خمسة خمسة وسبعين. هتشوفوا معايا دلوقتي الاكسات بتاعتها يعني لحد اتنين اكس وتلاتة زي ما بقول. كبير ده ده كبير ده ممكن يبقى اتنين اكس. اه اتنين اكس على خمسة خمسة وسبعين. اه فيه الوان مختلفة وفيه برضو الرسمة بتبقى مختلفة من التاني. بيت يا جماعة حلو. خمسة خمسة وسبعين حلو. اه فيه بقى البجيم رسمة التيك توك على سبعة وعشرين على سبعة وعشرين. اه برضو فيه دي على سبعة وعشرين فيه بجيم كتير على سبعة وعشرين. وفيه على اربعة وتلاتين. بس احنا بنقول ايه المخفض يعني فيه اسعار اه في حاجة كتير عندهم. ما شاء الله المكان الله اكبر يعني. بس انا ايه بصور لكم الحاجات يعني المخفضة. كلهم حدوين ما شاء الله. لقى المقاسات متوفرة. على سبعة وعشرين. على سبعتاشر وتسعتاشر ده على تسعتاشر. ده قميز كده على تسعتاشر. فيه منه الوان مختلفة. تسعتاشر. على تسعتاشر. ده تصميم تاني. ده الروب اه ده روب الاميس ولا روب بس. ده روب بس. على تسعتاشر. الروب بس على تسعتاشر. اه على خمسة وعشرين. عبادت على خمسة وعشرين. على خمسة وعشرين. خمتها حلوة وهي وسعة. على خمسة وعشرين. اما المكان بيفضى بروح وبصور فيه تاني. عشان بس ما ديقش الناس. على خمسة وعشرين. فيه الوان من كل تصميم فيه منه الوان. آآ لا دي اغلى بقى من خمسة وعشرين. بس يعني حبيت ان انا ايه? اجيب لكم برضو الحاجات اللي عندهم التانية يعني. على اربعة وربعين تقريبا. اصدلات الصلاة جميلة هناك. جميلة لو ناس كتير اخدت منها. اصدلات الصلاة. على آآ تقريبا سبعة وثلاثين هجيب لكم السعر اكيد. خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين كده. اكيد انا مسورة السعر استنى. بس هي حلوة قوي. قحلي بني زيتي بنفسجي ابيض يعني الوان كتير مختلفة. خمتها حلوة. بجد في ناس كتير اخدت منها. اللون ده حلوة قوي برضو. هادي وجميل. كمان النقشة مختلفة يا جماعة. من يعني في اصدلات النقشة دي. وفي اصدلات نقشة تانية. فركزوا هتلاقوا الرسمة في في الازدال مختلفة. حلوة بنفسجي ده قوي برضو. دي الطرحة اللي فوق. شايفين على تسعة وتلاتين. على تسعة وتلاتين. على تسعة وتلاتين. احسن حاجة انا اجيب السعر. عشان ما ننساش. اه دي رسمة تالتة. دي يعني النقشة نقشة تالتة. بس خمت القماشة هي هي. خمت القماشة هي نفسها. اه فيه قم في قستك كده من الاخر. اصدلات الصلاة عجبتني جدا هناك. حلوة قوي قوي. على تسعة وتلاتين. اصدلات الصلاة موجودة برضو في ناس بتسأل عنها على تسعة وتلاتين. اه في برضو اه في من اللي هي المنقشة نقشة كتيرة دي. اه متوفرة برضو بالوان ايه بالوان كتير. دي امهاد بقى اللي هي فاتت دي دي. اه في دي على خمسة واربعين اصدلات على خمسة واربعين. اذا اقول لك الترح في ترح انك حلوة قوي. على خمسة خمسة وسبعين وخمتها حلوة. وصدقيني خمتها حلوة على خمسة خمسة وسبعين. يعني حتى لو مش هتنفع مادماتي هتنفع بلنوتيتي بس هي خمتها حلوة. اه فيه على حداشر ونص وبردو جميلة جدا. وفيه على خمستاشر وفيه على ستاشر. اهو على ستاشر لست بقول. وعلى خمستاشر. واللي بحداشر ونص برضو حلوة. يعني الاسعار هناك اسعار الطرح جميلة. استنوا على حداشر ونص. شوفوا بقى. يعني عندك الازرق وعندك الرصاصي وعندك الزيتي والبني. خميتهم حلوة والطرحة كبيرة من الصغيرة. السيمون او البصلي. عندك دول على خمسة خمسة وسبعين. خفاف حلوين. اه بندانة تحت بقى. والطرحة جميلة. وهدية وحلوة. على خمسة خمسة وسبعين. هاجب لكم بس كده وانا بصور الاقبال والناس كده ما شاء الله. يعني ده بس كده من المكان اللي انا كنت واقفة فيه. استنوا شايفين الناس من آآ عند المدخل كده. ده غير الناس اللي جوه ده. الناس اللي جوه يعني ما كنتش عارفة مش قصم ولا صور. اللي كانوا معي في البس يعني كانوا آآ يعني كانوا شايفين قصم البس بطلقبة خالص. وبسبب ان انا كنت بقف في مكان واحد كتير ومش عارفة تحرك. الجزمات حلوة جدا. الجزمة دي على تسعة وتسعين حلوة. من العروض اللي هناك على تسعة وتسعين. آآ في عروض السجاد. استنوا. دي عروض السجاد حلوة قوي قوي. وفي آآ والناس بتاخد منها كتير. وفي منها لسه كتير. آآ السجادة على مية تسعة وتمانين على مية تسعة وتمانين. اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة على مية تسعة وتمانين. خلي بالك. اتنين في تلاتة وهجيب لك بقى الوانها. كبيرة من الصغيرة. على مية تس. دي درجة تانية. آآ دي بمية تسعة واربعين. انا هرجع تاني لللي بمية تسعة وتمانين. آآ دي بمية تسعة واربعين. دي حجمها زي ما احنا انتوا شايفين كده ما هيش كبيرة يعني تتحط كده في انتري ما بين الكراسي مش كبيرة. آآ دي كده على مية مية تسعة وتمانين. دي اللي بمية تسعة وتمانين. كانت والله ما انا عارفة كانت بميتين وكم آآ ما لحقتش هشوف الساعة. بس انا اتأكدت منه درجات آآ كتير. على مية تسعة وتمانين اتنين في تلاتة يا جماعة. مقاس اتنين في تلاتة. انا بس كده ما جايبالكم الرسمة. جايبالكم حتة من كل سجادة. آآ اصلا عليهم زحمة جدا في السجاد. لكن هي اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة بمية تسعة وتمانين اهي. مية تسعة وتمانين. تمام كده? آآ عندك السجاد ده بقى بتلتمية. آآ لأ دي بستمية دي بستمية وشوية. لا فيه سجاد تاني بتلتمية مش عليهم اسعار بس انا جاي بالك تشوفي السجاد اللي عندهم مين اللي عليه الاسعار مين اللي مش مش عليهم عروض مش مش عليهم اسعار معلش مش عليهم عروض اللي عليه عروض مين اللي بمية تسعة وثمانين هي اللي عليها عرض واللي بمية تسعة واربعين اللي هي تتحط كده في الانترية كده ما بين الكراسي مهياش كبيرة اللي اتنين دول بس اللي عليهم عرض اما باقي السجاد دي بستمية خمسة وتسعين اللي هي قحلة كبيرة جميلة اما باقي السجاد انا جايبولك عشان تشوفي بس نوعية السجاد اللي عندهم. آآ اللي بستمية وعندك برضو فيه اللي بتلتمية. آآ لكن اللي عليها عرض في السجاد مية تسعة وتمانين وبمية تسعة واربعين. تمام? عشان تبقى عارفين واللي يروح يبقى عارف ورايا هياخد ايه بالزبط. وإن اللي عليها عرض وإن اللي مش عليه عرض. عندك بقى ده الحاف على تسعة وتسعين. ده الحاف. وعلى تسعة وستين. تسعة وتسعين وتسعة وستين وتسعة واربعين. بس بصراحة خفاف. بس فيه نس كتير وغدى منهم. على تسعة واربعين آآ لحاف اطفال. آآ نس كتير وغدين. اللحاف الاطفال يمكن اكتر حاجة عاجبني آآ اللي هو بتسعة واربعين. اللي هو مسك نفسه وخامته حلوة. آآ لكن اللي بتسعة وتسعين وبتسعة وستين آآ خفاف. خفاف يعني آآ tai بتبقى حاجة الافتتاح بقى وكده. الترامس على تسعة ريال على تسعة ريال الترامس دي على تسعة ريال يا جماعة. الترامس واللي جبتو لكم في الاول وجبتلكوا الكارتونة كده عشان تشوفوا ده على تسعة ريال مصورات في البس المباشر. الترامس من عروض الافتتاح على تسعة ريال. اما ده طقم لاتنين بتسعة واربعين برضو حلو. لاتنين بتسعة واربعين. اما الترامس اللي على تسعة ريال دي طرامس هست. اه طبعا معروفة وعلى تسعة ريال يعني يا بلاش عندك برضو الطقم ده كده من عروض الافتتاح بتسعة وعشرين دول تلاتة مع بعض على تسعة وعشرين التلاتة دول كده على تسعة وعشرين الترامس الترامس اللي بتسعة ريال ما تخليهاش تفوتكم حلوة جدا بتسعة ومص كمان آآ حلوة جدا وصدقوني موجودة كتير آآ برضو ده طقم تاني كده بس بسعر تاني طبعا جبت لكم السعر دلوقتي رجعه بس الفيديو او كده انت انتبهتوا ما شاء الله من الاحتفالات ده انا كده بصور لكم من ورا الازاز من جوه هما كده بره بيحتفلوا بقى الاحتفالات دي بره ما شاء الله الناس قاعد على الكراسي وآآ وفي اآ كان فيه مسابقات وفيه جوائز وآآ ما شاء الله واغاني وآآ الافتتاح كان حلو قوي خفت اخرج معارفش هدخل تاني فصورت هولكو كده وانا جوه آآ بس في حاجات جبتها بقى بعد ما خرجت يعني ده كده بعد ما خرجت وانا مروحة شايفين الافتتاح ما شاء الله افتتاح كان كبير بصراحة لمكان برضو مكان حلو وكبير ويستاهل الحسين طب ابو معروف ليه ناسه ليه ناس يعني اللي بتحبه وتحب بتروحه دايما بيروحه في مخرج اربعتاشر ودايما الناس بتسأل عليه وعلى عروضه آآ فده فرعهم التاني حي الوادي مخرج ستة الحسين طب ابو آآ حي الوادي مخرج ستة الافتتاح كان اليوم يوم الخميس تمام كده آآ يارب اكون آآ يعني قدمت لكم البس آآ فاتكم ويارب الفيديو ده برضو ان هو يفتكم والحاجة متوفرة والعروض متوفرة آآ ما تنسونيش حبيبي كده وان شاء الله كده وحطولي اللايك واللي مش مشترك عندي زي ما قلتلكم اشتركوا عندي وفعلولي الجرس وضيفولي حبيبكم وضيفولي اصحابكم اشوفكم على خير بإذن الله فيديو آآ جديد بإذن الله جايبه لكم بس كده ايه المكان من برة عشان تشوفو المكان كان زحمة جدا جدا ما شاء الله ده كده في اول ما رحت طبعا فاول ما رحت ماشاء الله شايفين الاقبال شايفيني الناس اصلا من بعيد كده الناس اللي اللي بتحاول انها تدخل يلا اشوفكم على خير بإذن الله